موسيقى كما لحظتم أنه كان ملتقى ناجح لأنه كان إقبال من طرف مؤسسات ومن طرف جمعيات مهنية طبعاً أعضاء الغرفة كان أيضاً إقبال من طرف المشاركين عموماً ولكن بالخصوص المشاركين من مغاربة العالم وهذه كانت مناسبة بش تكون فيها إنصح التعبير ثلاثة دي القضايا أساسية القضية الأولى شنو البرامج تقدمت البرامج دي الدولة دي الحكومة المؤسسات العمومية لدعم الاستثمار جاب الاستثمار مواكبة الاستثمار تمويل الاستثمار تحفيز الاستثمار يعني المنطومة التحفيزية بصفتين عامة والبرامج الموجودة بش يمكننا نواكب المستثمر كان صغير ولا كان تدوسط ولا كان كبير بل حتى الاستثمارات الناشئة ثم كانت مناسبة بش تجمعيات المهنية بدعاً طبعاً الغرفة ولكن أيضاً الجمعيات اللي تابعة لسجاب بش عبروا على الرأي دي لهم المقترحة دي لهم جريبتهم يعني الاراء دي لهم الاشتغال دي لهم لجلب الاستثمار الدبلوماسية الاقتصادية ولكن أيضاً لمواكبة حامل المشاريع كانت مناسبة أيضاً وهذا مهم أنه سمعنا أيضاً حتى المؤسسة دي لتمويل سواء فيما يتعلق بضمان اللي كتمثلوا مؤسسة تمويلكم أو الأبناك اللي هي كتواكب بهذه الاستثمارات وكتمهولها ولكن أيضاً نسمعنا إلى تجربة المغاربة العالم في الاستثمار قالوا الإيجابيات قالوا السلبيات عندهم مقترحات هناك رغبة كبيرة وكبيرة جداً من طرف مغاربة العالم بش يستثمروا أكثر أكثر لأنهم يتيقوا في بلادهم لكن عندهم أيضاً ملاحظات فيما يتعلق بتبسيط المساطير فيما يتعلق بالخدمات الإدارية فيما يتعلق بتأخر اتخاذ القرار فيما يتعلق طبعاً بوحدة المعلومات ولذلك من بين توصية لخرجنا بها في هذا الملتقى أولاً هو يعني التطوير ما يسمى بالإرشاد والتوجيه الاقتصاد الإعلام والإرشاد والتوجيه الاقتصادي هذا مطلوب استعمال الوسائل الرقمية لتبسيط الخدمات والمساطير الإدارية كانت مقترح مهم جداً هو إحداث مرصد خاصة استثمارات الجالية مرصد لكيتاب استثمارات الجالية باش يمكن لها تنجح لأنه إلى واحد فشل أو القطع التركي أطر لأنه أكيد يعني هذا الأمر عادي أنه كيعبر على الغضب دياله المستثمر لما كينجحش فكيكون عنده واحد تأثير فلذلك مرصد ثم أيضاً كان مقترح ديال خلق شبكة من الدبلوماسية الاقتصادية المتجولين دبلوماسيين الاقتصاديين اللي كيتساروا في العالم ويطلقوا مع أبناء الجالية وغير أبناء الجالية بل إضافة للمؤسسات باش يمكن لهم يشرحوا تطور في مجال المناخي الأعمال ويشرحوا أيضاً يعني عش نية تحفيزات لكالتعطاء المستثمرين ثم أيضاً كان مقترح ديال خلق معرض افتراضي يعني للمنتوج المغربي وللستمارات المغربي وأعتقد أن هذا شيء مهم فكما لاحظتم طبعاً أنا ما قدرت نقول لجميع التدخلات أنه فعلاً شفتوا إلى الأخير كيفاش أنه كان حضور مكتف وكان اهتمام بل كان حتى متابعة يعني أولين فيرتيال وكان تدخلات أولين هذا أعطاناً أيضاً مسؤولية انطلاقاً من المقترحة اللي كانت اليوم مع الغرف مع الجمعيات المهنية مع المؤسسات ديال الدولة أننا نشتغل في كل مرحلة على ملف من الملفات على قضية من القضايا باش يمكن لنا إن شاء الله نطوروا الاقتصاد ديالنا وفي جلب الاستثمارات وهذا واجب وطني في إطار المبادرة الوطن أولاً ودائماً الهدف ديالها هي الاستثمار الصغير والمتوسط بالخصوص ودور الجارية في الاستثمار وبسيط فاتي عضو رئيس فرع فرنسا نساهم فيها حضروا التجارب ديال الناس اللي جايين من مهجر يعني مغربة الخارج ونمغربة الخارج جابوا لنا هالنهار تجارب ديالهم ناجحة أو غير ناجحة كل واحد يعطي تجارب ديالهم وأنا بالنسبة لي كان نقول دائماً كل تجربة هي ناجحة إنه وخاذك اللي كان نقوله وإحنا يرى أخسر فيها هالمشتروا ديالهم اللي رد فيها واحد تجربة ربما رأى كانت ناجحة إذن هذي هي اللي ندولي شاركت فيها هذا العشية المبادرة غادي تحول تدرس مع المستثمرين خصوص ديال الجالية باش تشوف كل واحد على حساب الإكسبرينيون ديالهم بس همولا غادي نحاولوا كيفاش ندروا الاتصالات مع ياما المؤسسات ياما الشركة باش ميوقعوش ولكن هذو اللي أخر التجارب كما قلت فلو تجارب اللي غادي لديو ديال با غادي نشوفو على شوقعو ونشوفو كيفاش نديروه نشمعو ما بين المستثمر وما بين الكشبتو المؤسسات ديالنا هنا ونشوفو لكن نشمعو بيناتهم لقد نشوفو هذي نخفو هذي بس موديا تنفور كل وقت العام وسطارونا العجب هذا ما فعل أخو المنون ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس